اشتركوا في القناة شخصيا قبل أني أعرف حسابه حسابه في تويتر كان يتواصل معي أظنه مو بالرياض بعد يعني أنه في الحايل الظاهر أو في القصيم في منطقة في الشمال حايل أظنه حايل فهذا الشاب يقول يا عبد الرحمن أنا مطوع ترى ولا هذا أنا غرجل وضعت هدف أمام نصب عيني أبغى 300 ألف يسلمون على يدي 300 ألف الشعب من الشعوب المجاورة 300 ألف دولة كاملة طيب قلت له ما شاء الله شديت على يده وبد اللي تغاني أخدمك فيه أخدمك فيه نحن بغى نكسب الأجر لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمرنا قال أنا طبعا عندي منشورات المنشورات هذه كلها رقام دعاة هو سبحان الله استخدم الطريقة هذه وتعاون مع مكتب البطحة ثم بدي ينشر الإسلام يقول سأل تغاني قال لا تعلم أحد لكن بعلمنا الرجل يوم قال للتماهد يا أخي الله سيقوم في ذلك فليتنافس متنافس الرجل أسلم على يديه من ستة إلى ثمان ألاف الله أكبر ماشر تخيي شخص واحد يسلم على يديه ستة إلى ثمان ألاف يعني تخيي ثمان ألاف يشهدون يوم القيامة هذا الثمانة الآن وهو توه غير ذريتهم ثمان ألاف هؤلاء سيؤتون يوم القيامة يقول يا ربي هذا الرجل هو الذي دعان الإسلام هذا كان سبب أننا نترك الكفر والشرك وندخل في الإسلام الرجل وضع نصف عيني ثلاثمائة ألف فتح حساب في تويتر معا لدعوة العمالة منطلق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تدخل مفضلته فقط في تويتر معا لدعوة العمالة يعني شي مهول أرقام دعوات سرالنكيين أرقام دعوات الهنود أرقام دعوات في البنيين صار في حرج مقارنة النساء في البنيات للرجال فجاب داعيات في البنيات عاخر داعيات في البنيات وضع أرقامهم تعاوم مع مكاتب الدعوة من وظف حرك الموضوع كامل إلى درجة شخص واحد أسلم على ذي 8000 تحت ضوء هذه ودي تحلق تعليقك فيما أنك متخص في الدعوة الإلكترونية أنا ودي أتسأل أبو عبد العزيز وخلنا أتسأل جميعا هالشخص كيف قدر يسوي كل هذا الموضوع هل يحتاج أن يطلب العلم 20 سنة هل يحتاج إلى مليون ريال حتى يسويه الموضوع هل يحتاج حساب على تويتر جمع معلومات ورقام الدعوات عنده همة عنده همة فقط وعنده هم واضح للوصول إلى الهدف والآن تقريبا قارب 8% من هدفه 8000 من 300000 الرجل ماشي وبيضي الله سيصل بل سيتضاعف هذا الرقم هال8000 اللي أصل لهم معه الآن ترى ذريتهم إلى يوم القيامة صلاتهم صيامهم قيامهم صدقتهم كلها لها الرجل تتكلم عن ملايين بل ربما عشرات الملايين من الأشخاص مع الشخص خلنا شوي نتحدث مع أنفسنا هل فيه مننا شخص ما يقدر يسوي اللي يسواه لأخ والله الموضوع بسيط والله موضوع سهل ما يقدر افتح لأكاونت هذا الشخص قام به الموضوع مع الأعماله ما فيه مننا الآمن يستمع ويتخصص في دعوة النخبة مثلا ما فيه شخص مننا الآن من يتبنى مثلا المهندسين في الشركات ما فيه شخص مننا الآن يتبنى مثلا الجالية الصينية على سبيل المثال في البلد ما فيه مننا شخص يتبنى مثلا دعوة المشاهير عبر الشبكات الاجتماعية ما فيه مننا شخص قادر على أنه يتبنى فقط إيصال كتاب للتعريك بالإسلام إلى كل مكتبة في العالم ما زلنا على الدعوة الإلكترونية ما زلنا نتحدث الإلكترونية هل مننا شخص قادر فقط يخرج بتطبيق بسيط ما بشرط أن يبرمج اليوم ما تكلفك 3000 ريال تجمعه ونتجاز في مجلس من أخوانك ومن أقاربك وطلع تطبيق ينشر المحتوى الإلكتروني الإسلامي ما فينا شخص اليوم يتبنى حساب على الفيسبوك أو حساب على السناب شات أو حساب على التويتر وينشر فيه محتوى إسلامي الموضوع بسيط لكنه يحتاج إلى توفيق من الله قبل كل شيء ثم همه وهم حقيقي عند هذا الشخص وثم يحتاج أنه يكون له بالفعل مجارسة مع صالحين مجارسة مع أصحاب همم بحيث يحفزون أن يستمر في هذا الموضوع هذه والله الرسالة اللي نسمعها من أمثالها ولوهم كثر على فكرة هذا اللي عرفه عبد الرحمن غير اللي عرفه صالح غير اللي عرفه عبد الرحمن غير اللي عرفه عبد العزيز ما قال لي الكلام ذات ترى اللي يحفزني شافر عندنا مثلا متابعين أو نطلع في القناة وجدتها فرصة يوم من اللي يامس وينالوا رتويت في برنامج البرنامج العالمي زيد رصيدك رتويت واحد والله وصل 15 ألف رتويت عن أقام دعاة في البنيين هذا هو إلى الآن موجود ووصل 15 ألف تخيل رجل وهو جالس هناك فتلف برسالة قال لي تكفض رحمن لا تنسى وتعرف أنت المشاهدين عندهم عاطفة دينية يبي لها شوي تحريك مثل الكلام هذا الآن الحين كثير من الناس في البيوت يا أبو جود يتسألون يقول لك والله كله كلام جميل أبفتح حساب أبفت لكن أحتاج إلى أنه الروح هالي تستمر مو الآن تحمس الآن معك أنا يا شيخ متحمس الآن الآن في الوقت ده أبغى يسلم عليدي مو ثلاثمئة ألف أبغى مليون سلم العيدين وبتحرك لكن مشكلتي يتحرك يومين ثلاثين أسبوع وأوقف رسالتك عشان كذا مهم منه الشخص يكله محطات يتزود فيها حيثني يستمر في الموضوع هالمحطات في الدعوة الإلكترونية جانبين الجانب الأول أن يكون لي ناس سواء إذا كنت أختم مع مجموعة أخوات إذا كان شخص مجموعة من الأخوة يتواصلونهم في هالجانب الجانب الثاني التقني ليكون لك اشتراك في النشرات التقنية اللي من خلالها تتابع أحدث التقنيات هالموضوع بيحفزك دملك حم في الدعوة كلما شفت تقنية جديدة حاولك تفكر كيف استخدمها التقنية الآن في الدعوة وبالتالي لن تقف اليوم تويتر موجود راح سناب شات الآن هو اللي الترند ترابد لوح سناب شات بيأتي غيرها لما تكون لك اشتراك في نشرات تقنية تشاهد أسبوعيا أحدث التقنيات على الأقل بتكون محفز لك دوما أنه في تقنية جديدة وشاركوا من استخدمها في الموضوع أحد الشباب عجبتني كثير استخدم هو كانت خاصة في مجال التقنيات الإلكترونية فكان يصنع بعض الشغلات يسمونها الـ RFID اللي هي الأشيعة معينة تلتقط السيارة عن بعد تفتح البوابة لك تفتح الكبية تستخدم في البيوت الذكية الشخص استخدم هالتقنية في إيش استخدمها في البوابات الخاصة للمجمعات العمالية عشان يعرف العمال إذا رجعوا للسكم عمال المقاولات يشتغلوا 12 ساعة 14 ساعة فأصبح يستخدم التقنية إذا رجعت الباصات لمكان السكم عرف أنه موجودين صاروا يعرف الآن يوم إجازتهم متى هل هو جمعة ولا سبت هل هو اثنين تغير أو لا تغير عن طريق هذا وصاروا مجهزهم دعاة عارف مواعيدهم الآن فقط عارف أنهم اليوم ما طلعوا أخذ دعيتهم باشر وراحوا استاذا ودخل عليهم تقنية بسيطة ما كلفتها تغيرا 70-80 ريال أنه يركبها على البواب واستاذا الجماعة وسوى متى نستخدم التقنيات بذكاء الكل قادر أنا أقول كشعب نحن في السعودية فقط الواحد لنا شبابنا يمكن 7-8 مليون لو 10% منهم 700 ألف لو كل واحد منهم تبنى الآن مشروع مشروع بسيط لا تكبل مشروعك خذ عهد الآن عن نفسك المشروعك يطلع قبل نهاية رمضان في هالليلتين لا تكبل المشروع وأطلقه ترى نتكلم عن 700 ألف مشروع والله نصل للعالم تصل للشيخ العالم ولا يتصابون في القدم ولا يتصابون تتوقف يعني في القدم أنا أذكر في دورة تدريبية راكز إسلامية رجال ونساء وكنت اطرح بالعربي وشخص يترجم للبرتغالية تعرف لغة البلد البرتغالي فقلت شكل الموضوع بيصل بصعوبة كانت الدورة كيف بالفعل تنشي مشروع إلكتروني في الدعوة إلى الله خطوات معينة في دارة المشاريع أنا ما سفرت من عندهم وصلت للسعودية إلا جايني 17 إيميل من 17 مشاركة ومشاركة أنهم بدأوا مشاريعهم كنت تابع ما كنت أفهم باللغة البرتغالية بعضهم على الفيسبوك بعضهم على اليوتيوب بعضهم على بس والله كنت أشاهد واستنتفت وأنا مدري والله وشي المحتوى بس 17 من أصل كان الحضور أقل من 80 في الدورة ونقول شبابنا اليوم ما نبيل 10% فق 30% اللهم لك الحمد فأنا متأكد مشاهدين ومشاهدات المشاهدين الليلة ما رح يوفرونها الفرصة وإحنا في العاشر لأو آخر يا سلام بعدين فيها أمر مهم اللي هو التوفيق يعني الله سبحانه وتعالى أنت